اللي طلع شعب لا يحمل إسلاح ولا بيدة بندقية ولا عبو ناسفة وطلع وفق القانون والدستور وتم قتله من قبل الجهات الحكومية هذا كيف سيتعامل معه القانون والقضاء أنا اليوم ابني مكتول أنا ما راح أحطك تطريش شم دينار أنا أريد دم ابني أنا أريد دم ابني أنا ما أطلت دم حتى جدي باتر إذا أم شهيد قالت لك هذا شت قلها أنا أنا أطلت أدور منك تفاليس أنا أريد دم ابني من الجاني القضاء كيف سيتعامل معه هذه الحقيقة السيد طارق نعم احنا هذا الموضوع إذا كان هناك أشخاص معينين متهمين طبعا هذولا يحالون إلى القضاء العراقي ويحاكمون وفق القانون أما موضوع الخطأ العسكري وكذلك العمل الحربي وأيضا العمل الإرهابي ليس بالضرورة أن يتم توجيه التهمة إلى شخص معين تلاحظ شلون يعني هناك ضرر تقاع لذلك القاعدة الدستورية اللي جاء به موضوع التعويض هو المادة 132 من الدستور العراقي أولا تكفل الدولة بتعويض شوف هناك تكفل الدولة بتعويض أسر الظوي ضحايا الإرهاب تلاحظ شلون وشرع قانون رقم 20 لسنة 2009 هذا القانون غطى العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية